نكمل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة وأيضاً لسا مكملين مع أخبار النادي الأهلي وزي ما قلت لكم من شوية لجنة التخطيط في النادي الأهلي بتناقش موضوع بيت سموسيماني مع مجلس إدارة النادي ودي في أمور تتعلق عن مستقبله ده بالنسبة لبيت سموسيماني أما اللاعبين فلجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح يعني هتناقش مصير بعض اللاعبين الفريق الحاليين وإن تم الاستقرار على الموافقة على بيع أو إعارب بعض اللاعبين من أصحاب الأسماء الكبيرة في الفريق حال وصول عروض مفيدة مادية للنادي في الانتقالات الصفية لأن اللجنة حالياً شايفة خلاص إن اللعبة دي مش هيكون عندها جديد قوي سوى الأمور الملايين يعني تقدر تستفيد منهم ملايين تحديداً تحديداً قالوا ديانج وحسين الشحات قالوا ديانج عشان هم عارفينوا إن ورقة ممكن تبقى في السوق ممكن تدخ أموال كثيرة ليه النادي الأهلي وحسين الشحات اللي الأهلي مش قادر يمسكنوا مستوى يعني الأهلي طبعاً توقعات الأهلي وجمهيل النادي الأهلي في حسين الشحات كانت كبيرة وكبيرة جداً ولكن الأداء مش مش مستقرة بالنسبة لحسين الشحات بصراحة يعني لسه لسه يعني دايما يبقى عايز يساند حسين الشحات ويرجع حسين الشحات المستوى اللي احنا عارفينه من مصف المقاصة وفي العين الإماراتي بس يعني مع الأهلي بيسيب أربع خمس سطور وبيمشي على سطر يسيب أربع خمس سطور وممكن يمشي على سطر يعني